السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يربي تكونون بأحسن حال يا هلو غلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة اللي أول مرة يشوفني يليت يضغط على زر الاشتراك وكمان عطوني لايكات كثير لهذا الفيديو ولمحبين القصص حيلقونها في قوائم التشغيل في قسم قصص حقيقية أستمتع وبسماعها ونبدأ بقصة اليوم ويقول صاحب القصة يا هلو غلا معاكم أخوكم محمد القصة اللي بقولها هذه صارت في صيف 1421 كنت راجع من جامعة من جامعة البترول أقضي الإجازة مع أهلي في أبها وكانت أيامها يعني الأجوار ربيعية ولطيفة وليالي أبها طبعا لا يعلى عليها فاعتدت أنا واثنين من الزملاء أن نروح المكان يعرفون أهل أبها اسمه المطل الغربي وهو يعني عبارة عن مخطط كذا في جبل مرتفع في الجهة الغربية من أبها على طريق السودة ومن مميزات أنك تقدر تشوف المدينة كاملة كلها بأنوارها تقدر تشوف ليالي الصيف فيها كل شيء المهم في مرة من المرات أو في أحد الليالي وصلنا المطل في حدود تقريبا الساعة 10 في المساء وفي أثناء حينما كنا نبحث عن مكان نجلس فيه لفت نظري شاب جالس في سيارة الدتسن غمارة واحدة ومسكر الدرايش ومولع لمبة في السكف إضاءتها كذا خفيفة وماسك جريدة وقاعد يقرى فيها طبعا تعدينا واخترنا مكاننا ونزلنا كذا فرشتنا وقهوة وتمر وحلو كذا وفص فصا مهم استمتعنا مرة بليلتنا هذيك وكان معانا زميلنا ماجد ماجد هذي يعني ما تنمل سواليفة ولا دعاباتة حتى أنه كنت أحس أن كل الجلسات اللي حولنا كانوا يعني يحسدوننا عليه من كثر ما هو كان مونسنا في الجلسة هذيك فانبسطنا الحمد لله لين جاءت الساعة 12 ونص سمعنا صوت أغاني أغاني صوت عالي عالي المهم ركزنا ركزنا كذا اللي هو جاي من الدتسن وقتها أنا انتبهت كت يا شباب صدقوني ترى راع الدتسن هذا وراه سالفة وطول الوقت والحالة شكله غريب والحين يعني بدأ يسمع أغاني وكذا أنا حاسن عنده شي المهم تحمست كذا واستشرت الشباب وقررت قلت أنا بروح أشوف الثولف معاه كذا واتناصح معاه عن الأغاني وأكيد أنه بيوافق يعني إذا دعيته يكمل سهرته معانا فمشيت لين عند الدتسن وتعمت أني أجي من قدام عشان ينتبه لي فاستأذنته يعني أني أكلم ولما قابلته كان كذا مرخي راسم دنك وصوت الأغاني كذا مرتفع حتى ما يسمع قربت منه ودقيت الزجاجة يعني اللي في السيارة وكان ردت فعله صراحة كلها ذوق وتدل يعني على أصالة معدنة وأن رجل طيب فتح لي الباب ورحب فيني وسهل وحلف أني أركب معاه في السيارة أول ما ركبت أصلا يعني فتح الدرج كذا وطلع زجاجة عطر يعني وقعدي طيبني وحية وسهل فيني كأني ضيف عنده في بيته وحقيقي يعني عجبني أسلوبه وردت فعله قلت يستاهل أنك تسالف معاه وأنك كذا تتناصح فبديت عرفته بنفسي فدخلت في الموضوع ببساطة قلت والله أنا باختصار يعني صراحة أنا لفت نظري أنه أنت من أول الليل موجود ولما بعدين سمعتك شغلت أغاني كذا في هذا الوقت قلت أكيد أن الرجال مهموم وترى تبشوري يعني والله يا الأغاني أنها ما بتزيدك إلا هم ما بتسليك ولا بتوخر اللي فيك قال تدري أنك أنت جيت على الجرح والله يا كلامك أنك صح لكن من قوة الهم وضيقة الصدر والطفش اللي أنا فيه ترى هذه حالتي بس أنا ودي أني أقول لك قصتي قلت تفضل قول فبدأ يسولف لي قال أنا اسمي سلطان وأنا من القويعية اتوفى أبوي وأنا صغير وعشت مع أمي وكان لنا بيت صغير قريب من أعمامي ولحوش وجميل أمي ضحت علشاني بعد وفاة أبوي وجلست معاي في هذا البيت وهتمت فيني وربطني وكرست كل حياتها لي وكانت كل يوم ترقب الأمل كذا وتشوفه يكبر في عيون ضناها كذا إلين تخرجتنا من الثانوية وبمعدل حلو بديت أدور لي عن عمل أو دراسة كان همي يعني ورغبة أمي كمان أني أنا أكون في القويعية نفسها لكن السنة الأولى ما حصلت شيء والحمد لله يعني أحوال أنا طيبة ومعانا ورثزين ما كان يفرق عندي هم شيء أني أكون أنا قريب من الوالدة فاللي صار وأنا أخوك أنه بعد سنة وكم شهر في فصل الشتاء كان في معانا مناسبة عند خوالي ورحنا وحضرنا هذه المناسبة لما ننتهت أخدت أمي ورحنا البيت دخلت الحوش ونزلتها عند الباب هي والخدامة ورحت أنا أوقف الجيب حق السيارة يعني أوقف في مواقف ودخل ورجع البيت يعني كانت الساعة وقتها تقريبا وحدة الصباح وأنا أكترب من الباب يعني خلاص بعد موقفت السيارة كذل والخدامة تطلع علي وتصيح يا بابا سلطان يا بابا سلطان تعال تعال شيل ماما أنا انفجعت يعني أمي عمرها في أوائل الأربعين صحتها ممتازة ما تشتكي من شيء نزلتها عادي طبيعية ما أدري شيء اللي صار فركضت كذا دخلت أشوف البيت ووصلت وألاقي أمي كذا طايحة مغمى عليها حاولت أني صحي عبايتها كانت حتى عليها ما مدها حتى تشيل العباية أخذت أمي ووصلتها للطوارئ واستقبلوها وشالوها على سريرهم وعلى طول أخذوها دخلوها غرفة العناية الحرجة في الطوارئ طبعا في هذه الغرفة المرضى متقابلين على أسرتهم والطبيب يعني يتابعهم كلهم في نفس اللحظة وكلهم كانوا حالات طارئة وتعبانين جدا ومن الصدف أن هذاك اليوم كان في حادث في طريق الرياض مكة السريع وجايبينهم في نفس المستشفى طبعا نظام الطوارئ في هذه الحالة يعني اللي كنت ما تجلس مع المريض لأن فيه نساء وفيه حالات صعبة ووجود المرضى كذا يعني واللي معاهم يربك الطاقم الطبي بدأ الدكتور يقول لي أطلع لو سمحت أطلع أطلع أنا كنت مستحيل أني أطلع تركمي أنا أبغى تطمن عليها بعرف الجاهة يا دكتور فالدكتور يقول يعني حتى أني أكلم كذا هو مشغول ما هو فاضي حاولت أني أطلعهم قد ما أقدر وأجلس مع أمي رغم أنه ممنوع فما تخيلت أني ممكن أني أتركها يعني بين يدينهم كذا وأروح خلاص أنا قلقانة أشوف إيش في أمي شوية لتيجي الممرضة تكلمني وبعدها أكلمني الممرض وجاء المدير المناوب كان جوابي كله بس أبغى أعرف طيب أمي إيش عندها قالوا خلاص أطلع في الصالة وبنكشف عليها ونعطيك خبر يعني وخلاص تقدر تسعل عن طريق السماعة طبعا رفضت أني أخرج بعد لحظات راحوا جابوا أمني المستشفى ودخلوا كذا الغرفة وأخذوني بأسلوب لذق صراحة وخرجوني وكان معاهم المدير المناوب فأخذني على مكتبة وبدأ يطمنني أنه هذا نظام عالمي أن وجودك أنت ما يقدم شيء بالعكس أنت قاعد تعيق الطاقم الطبي فاقتنعت بكلامه وللأمانة بنفس الوقت كان بالي مشغول مشغول على البيت لأن أنا طلعت مستعجل ما سكرت الأبواب والخدامة خوافة ولما طلعت كان الوقت متأخر تعرفون يعني ليالي شتاة هادية والناس تنام بدري فلما شفت أني أنا ما أقدر أسوي شيء الأمي كنت خلنا أروح وأسكر باب بيتنا وأرجع بسرعة ففعلا رحت البيت أسرع شيء عندي ورجعت للمستشفى لما دخلت المستشفى رحت مباشرة لمكتبة المدير المناوب لقيت مسكر بعدين رحت عند باب الطوارئ ورفعت السماعة ما أحد ما أحد يجاوب مرة فبديت أحس بالوحشة أحس بقلق أشوف المكان كله متغير الزحمة اللي كانت أول خفت ما فيه ولا ناس اللي كانوا قبل الوقت أحس أصلا مرة بسرعة صارت الساعة أربع الفجر فضاق صدري بشكل عجيب بعدين صرت أسمع يعني أرجل الناس في الأسياب من كثر ما المكان كان فاضي خيم الصمت شعور شعور ما أقدر أوصفه كان كل همي في هذه اللحظة أني ألاقي أمي أني أتطمن عليها ما أتصلت ولا على أحد ولا قلت إنها في المستشفى إن أنا كنت بتأكد إنه عارض بسيط وأنا وحبيبتي خلاص ورفيقة حياتي بنرجع بيتنا في الفجر رجعت للسماعة وأرفعها وأحاول ألاقي رد ما أحد يجاوب أبدا المكان فاضي تركت السماعة كذا ورحت للباب أبفتحها إلا هم قفل صرت دق دق على الباب كذا ما أحد يسمع صرت دق بقوة 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 في السابق خلاص 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 شفت حقهم وجاء شفت جديد ما يدرون عن أمي يعني إلا من خلال الورق والإسم وزي كذا فقلت لها يا طيب ترى أنا بأشوف أمي قال طيب ترى أنت منت في الشارع وشتل اسلوب ترى فيه مرضى اللي هنا تسوي زعاج المهم بدأ يرفع صوته قال خلاص تعال معي أنا أشوف لك الوضع ما شافي يعني في السيب هذاك وكان المكان صراحة يملأ وصمت صمت سكون حسيت حتى أن الطريق طويل لنوصلنا لآخر السيب لفت بيمين بعدين التفت كذا قال شا اسم المريضة المهم قلت لفلانة بنت فلان فطالع فيني العسكر اللي كان هناك قال له بالله أنك تترك قمك وتروح وحنا النادي من آخر الليل ننادي النادي ومحت فيه بعد وقتها أنا خلاص ما في مجال أن أبرر ما رح يعني يفهم ما يهمني يعني هو ما عرف أنا كيف كنت من أول الليل كيف أنا قلقت المستشفى كله وعفست عفس ما درى عن شيء الآن بس ودي أنك ترد يعني لي روحي أشوف حبيبة قلبي ودي أني تطمن عليها يوم أنا ما بررت لا سكدت يعني حس أني أنا مستهتر أني أنا أستاهل الألام أني أنا أستحق الصدمة ما درى والله أن أمي بالنسبة لي حياتي كلها فرفع راسك كده وطلعت قلت ها تكلم يعني فين أمي في أي قسم عاد أنا صوتي كان مرتفع عليه ورد علي بنفس الأسلوب قال أقول روح روح دور أمك هناك في ثلاجة الموتى يا الله الكلام كان يتردد علي علي يعني أنا ما إش قاعد تتكلم إنت أنا ما أدري شي يقول أمي ما فيها ولا شي ما فيها ولا أي سوابق مرض ما في أمي كانت طيبة أنا جبتها لكم طيبة فكيف تقولي حين أنت أمي ماتت كيف أدورها في ثلاجة الموتى أنا جبتها هنا بنفسي ما فيها ولا شي يا رجل أمي بالنسبة لهذه الحياة كانت تنتظر بس أني أتوظف أني أتزوج كانت تنتظر أنها تشوف العوض في أحفادها وبري فيها كانت رفيقة روحي كانت رفيقة حياتي كلها أنا وقفت كده انصدمت مستحيل مستحيل أمي ما كأن عندي لسان ما صرت حس حتى بعقل ما عرف وين أنا ويعني هذه اللحظة كان بس نفسي أني أموت نفسي أن كل الناس يموتون كل العالم ينتهي إلا أمي إلا أمي أبغاها تبقى فما نعرف صدقت أحس أني ما فهمت ما عرفت بالفعل يعني كنت مصدوم أناظرة كده ويهزني كده يقول أمش معاي فهذا كسيب تلاقي لوحة مكتوب عليها ثلاجة الموتى تلقى أمك هناك يا الله أنا ما أقول لكم كيف كان يتكلم معاي كأنه قاعد يوصف لي طريقة عادي ما درى أني قاعد يعني أموت من داخل ألف مرة يعني كده أنا مصدق ومكذب ما أنا عارف إيش الموضوع ووقتها بالفعل رحت أجر خطواتي خلاص أمي ما بترجع معاي للبيت استوعبت من جد وقتها استوعبت أني لازم يعني أتصل على أعمامي وأخوالي وأبلغهم وبالفعل صار وخلصنا الإجراءات وأخذنا أمي وصلينا عليها ودفناها وأقمنا العزاء وانتهى العزاء وراحت الناس بيوتهم وبقيت الحالي في البيت بعد أيام جوا أعمامي وكلموني عن الخدامة وتركتها تسافر جلست شهر والثاني والثالث وأنا في البيت أحسن الحياة انتهت في نظري عجزت عجزت أني أطلع من دوامة الفقد ألفت الدموع يعني حتى الحزن قاعد كل يوم أتمنى أني ألحقها هي وأبوي إحساس قاسي لما أنك أنت تحس أنه ما في شي في الدنيا يهمك ولا لك في هذه الدنيا بكبرها أي حاجة كان الوقت يمشي ببطيء والأيام ممله والبيت كل ذكريات أمي كده أتصورها في كل زاوية عرفت وقتها أن حياتي ما كان فيها شي إلا أمي أمي هي أبوي هي أمي هي أخوي أختي كل الناس حولي بالفعل أمي كانت هي هذه حياتي بعد ثلاث أشهر جوني أعمامي قالوا توسطنا لك ترا في الأمن وكده ودورتك حتبدأ بكرة ولازم أنك تروح الرياض وسافرت ودخلت الدورة وأخذت فيها شهر ونصف بعدين أرسلوني لمطار أبهى لي الآن من وصلت لأبهى شهر يعني وعملي هنا تدريب بس لمدة ستة أشهر فقال لي سلطان أنا من جيت أبهى أنا ما أعرف أحد ولا عمري قابلت أحد إلا العمل وإذا ما كان عندي دوام جيت هنا جلست في السيارة فوقتها اكتشفت يعني أنه هذا أول إنسان أستمع له كده بدهشة وأن هذا الرجل يقول كلام ما قد قال الأحد لولا كده حس أني أنا تلع ثمت حسيت أني ما أعرف أعلق حسيت أني ما أقدر أواسيه أو أني أسليه المهم وقتها قلت طيب اسمع خلني أسجل رقمك وبكرة بسوي عشاك عندي إن شاء الله في البيت وكذا وبنتواصل وأكيد أنك بتتعرف على أبهى وتصير عندك صداقات وكذا بتغير حالك إن شاء الله قال لا أنا بسجل رقمك عندي لأن والله ما عندي جوال ووقتها من جد كان قليل اللي عندهم جوالات فاعتذرني عن العزيمة ووعدني إن يتصل علي ويزورني مرت الأيام وانتهى الصيف ورجعت الجامعة وبدأت الدراسة وانشغلت مرة مرة انشغلت مرت الأيام وجاء شهر رمضان فكنت أنا طلعت يعني كده من صلاة التراويح اللي يجيني اتصال اتصال من تلفون ثابت من أبهى فردت يعني وسلم مبارك وكذا في رمضان يعني قال أنا سلطان قلت ايه سلطان الله يحييك سولف معي كنت عتبان عليه صراحة إن انقطع ما كلمني فتعدر لي قال ترى يعني أنا منتظر بس هذه اللحظة عشان اتصل عليك أبغى منك طلب قلت تبشر والله إنك تبشر قال تكفى أنا باك تدعي لأمي في رمضان والله يا وقتها كذا خلاص أحس إن نزلت دمع من عيوني خرقتني العبرة حاولت أني ما أوضح له يعني وفعلا يعني دعوت لها والله إني خصيتها بالدعاء مع أبوي الله يرحمهم يا رب مرت الأيام وجاء موسم الحج واتصل سلطان من جوال وفرحت قلت يلا بسجل جوالك قال لا تكفى لا تسجل ترى هذا رقم ولد عمي لا تحرجني معه بس أنا بعلمك إني ترى لقيت نقل للرياض وأبا وصيك بس إنك تدعي لأمي عساك إنك بتروح للحج قلت إن شاء الله إني بحج وإن شاء الله إني بدعيه لها وبالفعل انقطعت يعني أخبار سلطان إلى الرمضان اللي بعده السنة اللي بعدها فاتصل فيني قال أنا عندي لك خبر أبشر كني أنا ملاكت وزواجي من بنت عمي حيكون ثاني العيد في الكويت إذا تقدر تيجي كده باركت له وفرحت له وكأني والله أنا يعني من كلامك كده حسيت إنه قديش هو محتاج للزواج قديش يعني هو محتاج إنه يكون معاه أحد يعوض عن فقد أمة يعني كان أهم شي في مكالمته هذيك الوصية أني أنا أدعي الأمة طبعا حفظت الرقم ورجعت اتصل فيه اتصل لكن للأسف يعني انقطع الرقم ولا صار عندي أي تواصل معه إلين وقت الحج ويجيني اتصال وفرحت فيه قتا بشر كيفه كيف الزواج قال والله الحمد لله اتصلت بس عشان أوصيك إنك تدعي الأمي قلت أبشر والله ولا تهتم والله إني أدعي لها مع أبوي الله يرحمه قال مهم أنت يا سلطان كيفك عطني خبارك كيف زواجك يا ولاد وين سكنت قال أنا بعلنك ترى أنا اتزوجت بعد العيد وكان عندي إجازة خارجية وسافرت شهر العسل وقربت إجازتي تنتهي رجعت للكويت ونزلت زوجتي عند أهلها ورجعت للعمل وجلست زوجتي أيام مع أهلها لما جابها أخوها عن طريق البر سبحان الله صار عليهم حادث أما زوجتي اللي كانت هي العوض بعد أمي أنيست قلبي والله أنها خففت علي من آلام السنين والفقد والوحدة كانت رفيقة الروح أحس أنها رجعتني شوي للحياة وللأسف إنها ماتت في حادث هذا كالحادث الله يرحمه يا رب أنا انفجعت يعني بفقدها ولكن لعل القلب من كثر ما أصاب ومن مصائب الفقد صار يسكن إيمان ويقين والضربات ما صارت تؤلمني أما أخوها له شهره في المستشفى سبحان الله يحكي لي نفس مشاعر الألم لما انحكالي قصته كلامه ما كان يعني وازيه جبر ولا تعزيه كلام يعني إنسان مسلم موقن دعيت له يعني بالصبر وأوصيته بالثبات وأنا أفكر كده طول الوقت في أجره أجره العظيم يعني على اللي صار له في هذه الحياة ومن بعد هذه المكالمة انقطعت أخبار سلطان عني إلين هذا الوقت وأنا ما أعرف وش صار له في حياته فالعبرة بس من قصة سلطان إنه الابتلاء أنواع البعض يبتلى بالمرض وآخر بالفقر والثالث بالمشاكل والتوترات والسجن وبعضهم بالظلم ولكن يبقى الابتلاء الأكثر وجعا وحرقة هو الابتلاء بفقد الأحبة سلطان من الولد عاشي تيم وبعدين فقد أمه وبعدين زوجته فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه ويجبره جبرا يتعجب منه أهل السماء والأرض ولعلها تصل هذه القصة فأنا صديقه في أبها ولا زلت أذكره ما رح أنسى من دعائي أبدا هو أمه وزوجته ولعل الله سبحانه وتعالى يجمعني فيه قريب ونكمل بقية تفاصيل القصة لكم إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر